عن التحرش والتحرش الجنسي شو صار معك؟ أنا بشتغل بمطعم بجونية في مرة كنت أنه أمرأة بالخمسة وثلاثين من العمر يعني طلبت مني إني دلية عطويلات وفقت أنا ما عندي مشكل إنه طبعاً كونه شغلي بيسمح لي إنه أنا دلة يعني إنه كونه هي فيتي عالمطعم كسبوني رحت بدي دلة دلية قلت لها بتطلعي بالأسنسير عطوبي الأول قلت لي بديك تطلع معي قلت لها ما في معندي مشكل طلعت معي بالأسنسير هلا أنا وطلع معي بالأسنسير صورت تقلي إنه أنت شب حلوة ولش مقضى حياتك هون وما بعرف شو وبعدت أنا عني رفضت قلت لي لبدك يا قلت لها مستحيل أنواع التحرش أنواع ممكن تكون تحرش إحاقي تحرش لفظي تحرش جسدي كيف حوالت تحرش فيك المرأة؟ أنا تحرشت فيني لفظي وتحرشت فيني جسدي يعني لما حكتني صورت تحكيني كلام إنه أنت شبح لي وما بعرف شو مقضى ها أنه ليش أنه هون أنت واي وجربت تحط إيدي وقربت مني يعني جسما كان حيضرب بجسمي يعني بعدت عني ما بتصير صايرة مع شباب صاحباتي ورايحين مع نسوين كتير شو كان بدها هي تحديدا من ملاطفتك؟ طلبت مني إقامة علاقة معها بخلال مبلغ من المال بغري طرحة المال أو طرحي أول شي بلا مال؟ أول شيء السلطاف بالحكي وقربت مني هذا بعدين عرضت علي مصاري لما لقيتني رديت عني أنت ما كان عملك عم بتقوم بشغلك كيف كانت ردت فعلك تجاه؟ كنت ردت فعل بعنف؟ ردت لأ إيدا؟ شو عمل بالظبط؟ لا أنا كونه شغلي بيطلب مني أني أنا مات عمل بزبون بعنف شلت لأ إيدا بعضت عني مخلطة أربع ليه كانت استغراب وتعجب من هالشي اللي صار أنه كونه أول مرة بيصير معي هالشي وهي شو كانت ردت فعله هون؟ هي ردت فعله كانت عصبية بمجتمع ذكوري بيربط في الرجل وفي حولة الرجل بتعدد علاقاته مع النساء بهيك لحظات شو اللي منعك أنك تتميد معها بالعلاقة لأنك بشغلك لأنه المرأة أنا عني مبادئ أنا بدي ارتبط بكرة بإنساني ما فيني خون أنا بلش بالخياني من هلأ سيمنى خياني هيدا قبل ما تتجوزها خياني بتصير لما لا معنا عندي إنساني بحكي أنا وفي علاقة أنه نحن نرتبط ونتجوز لش بدي خونة لو ماني مرتبط فيها بعض رسمي باعتبرها أنا خيانة أكيد في حدا بحياتك أكيد لو ما كان في حدا بحياتك ما بعمله أنا ضد للرجل أنه يقول لي مع علاقة مع مرأة قبل الزواج لأنه لو بده يقيم علاقة مع مرأة قبل الزواج رح يقيم علاقة مع مرأة بعد الزواج كيف إيش هذا الصراع بين أناعاتك وبين رغبتك بلحظتها؟ عشت أناعتي عندي مبدأ عواش علاقة أنا ليش لأغلط مع إنساني؟ يمكن لو كانت هي مظلمة بحياتك أنا من الزنبي بس هذا موضوع غريزة يعني ممكن يكون في صراع بين رغباتك وبين أناعاتك الرغبة فيك تسيطر عليها لما بيكون إنسان عنده مبدأ بالحياة فيه سيطر على رغبته ممكن يسيطر على رغبته ولكن أنت كرجل كيف أخدت هالموضوع؟ اعتبرته إهانة أو اعتبرت أنك مرغوب وهيدا إمتياز أنا عم بحفظ جسدي عديت حولي أنا إنسان حافظ على أخليقه إيه حفظت على جسدي أنا لما بحفظ لما بيكون عندي مبدأ ما بقيم على أمع مرأة ما بعرف أولو بتعرفي يعني التحرش هو إهانة؟ إهانة أكيد أنا حفظتها حولي لا يعني أنا مش صحيح أعمل هذا الشي يعني يندرج التحرش الجنسي ضمن السلوك الجنسي الإجرامي اللي يعرف اسم العنف الجنسي بتوافق أنت أنه التحرش فعل التحرش هو نوع من أنواع العنف؟ أكيد عنف عنف ونص كمان عم بيصير شيء عن غصب عن المرأة وشي غصب عن الرجل لما المرأة بيبدأت تحشر بالرجل عم بيصير شيء غصب عن الرجل ولما الرجل بيفرط حوله على المرأة عم بيصير شيء غصب عن المرأة شكرا إليك مصطفى وفعلا